اشتركوا في القناة التي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز السعود عائلة المملكة العربية السعودية وتأتي مشاركة دولة الامارات في هذه القمة الاستثنائية الثانية بصفتها رئيس الدورة الحالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وتشارك دولة الامارات في القمة جنبا الى جنب اعضاء مجموعة العشرين وقادة الدول المدعوة بالاضافة الى ممثل المنظمة الدولية التي تشمل منظمة الاغذية والزراعة ومجلس الاستقرار المالية ومنظمة العمل الدولية وصندوق النقد المالية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والامم المتحدة ومجموعة البنك الدولية ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية واشد الشيخ محمد من راشد المكتوم برئاسة المملكة العربية السعودية لقمة العشرين وجهودها بقيادة خادم الحرمين الشريفين في التحضير وادارة اعمال القمة التي تأتي في ظروف استثنائية الامر الذي يؤكد على الدور الريادي للمملكة عالميا وحرصها الدائم على التواجد ودعم الجهود الدولية للتصدي للتحديات التي تواجه الدول والشعوب مشدد على مبادرة مملكة العربية السعودية بدعوة لعقد هذه القمة الاستثنائية لمجموعة العشرين بهدف تنسيق الجهود الدولية وتكاملها لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد ناينتين وقال الشيخ محمد من راشد ابرزة الجائحة التي يواجهها العالم اليوم الدور الذي تقوم به مجموعة العشرين كمنصة اقتصادية يتوحد حولها العالم لمواجهة التحديات المشتركة وتجاوزها ويناقش من خلالها سبو الاقتنام اهم الفرص المتاحة امام الدول والحكومات والاستفادة منها لمستقبل افضل للشعوب والعالم فالخطر اليوم يستهتف الجميع حول العالم دون استثناء والمصير اصبح واحد ومشتركا للانسانية واكد ان دولة الامارات كانت حريصة منذ بداية الازمة بتوجيهات من الشيخ خليفة بن زايد النهيان رئيس الدولة على لعب دور فعال ورئيسي في دعم الجهود الدولية للتصدي للوباء والمساهمة في مختلف اوجه التعاون والتنصيق الدولية للتعامل مع الفيروس وصولا لوضع اليات وحلول طارئة وفعالة للازمة التي يعيشها العالم بجميع دوله على حد سواء والتي لا تقتصر اخطارها على القطاع الصحي فقط بل تمتد لقطاعات وجوانب اخرى اهمها الجانب الاقتصادي والمجتمعي كما اكد على دعم دولة الامارات لمبادرة مجموعة العشرين الهدفة الى تعزيز قدرات الدول الفقيرة وامكانياتها لمواجهة الازمة الرهنة وتطلع الدولة الدائم للمساهمة في اجنتة مجموعة العشرين والعمل المشترك لما فيه خير الاجيال المقبلة والعالم اشتركوا في القناة